وبينما تستعد مصر لاستضافة قمة المناخ كوب 27 بشارم الشيخ أعلنت المبادرة المصرية الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن 18 فائزا في الدورة الأولى للمسابقة والتي نظمتها المبادرة بينما تستعد مصر لاستقبال قادة دول العالم للمشاركة في قمة المناخ أعلنت المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية عن 18 مشروعا فائزا في الدورة الأولى للمسابقة التي نظمتها المبادرة ضمت قائمة الفائزين ثلاثة مشروعات في الفئات الست التي تضمنتها المسابقة ومن المقرر أن تشارك المشروعات الفائزة في القمة العالمية للمناخ كوب 27 التي تستضيفها مصر هذا الشهر لما بدأت الفكرة الحقيقة في هذا العام وبدأنا الخطوات التنظيمية لها وأعلننا عن اللجنة المسؤولة عن بدء تلقي المشروعات المقترحة الكلام ده كله كان في شهر مايو فإحنا عندنا فترة زمنية لم تتجاوز الخمسة أشهر عشان المحافظات تتقدم ولجنة التحكيم تشتغل وتنهي كل إجراءاتها فاللافت للنظر أن تقدم إلينا أكتر من 6281 مشروع فده يؤكد شيء مهم جدا أن مصر لديها زخيرة جيدة جدا جدا من المشروعات اللي بالفعل قيد التنفيذ أو حتبدأ أنها تتنفذ أو حتى أفكار حتبدأ في التنفيذ في خلال الفترة القادمة 6,821 متسابقا بمصر تقدم للمشاركة في المسابقة لتنتهي لجنة التحكيم إلى اختيار المشروعات التي تتوفر بها قابلية التنفيذ وسهولة الانتشار ويراعى بها كذلك استخدام التحول الرقمي والبعد البيئي مصر تبقى دايما باستمرار بتؤكد على التزامها بأهداف التنمية المستدامة والتزامها أيضا بتوطين أهداف التنمية المستدامة لأن التنمية الحقيقية تحصل على المستوى المحافظات فدايما على المستوى المحلي ده فعلا التنمية الحقيقية فإحنا بنؤكد على نهاردة أنه شراك كل فئات المجتمع شراك المحليات شراك السادة الجامعات المراكز البحثية قطاع الخاص المجتمع المدني الفكرة في بدايتها ومع أن في مرحلة البداية بنجد إقبال عليها من المشاركين وإقبال أيضا من شركاء للتنمية في الخارج أن نتوسع فيها مستقبلا القرار الجيد والمتميز أن هذه المبادرة يتم تفعيلها سنويا خطوات واسعة قطعتها مصر نحو مواجهة ظاهرة التغير المناخ من بينها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء التي تأتي في إطار المساعي المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي محمد جمال القاهرة الإغبارية